إنجاح موسم الاستياف وتوفير الأريحية للحجاج الميامين هي من بين الأهداف التي تسعى ولاية وهران إلى تجسيدها وذلك باتخاذ مجموعة من الإجراءات بكل من المحطة البحرية والمطار الدولي أحمد بنبلة بنسبة الحج سنة 2023 سوف يكون بالمحطة الثانية وهذا أيضا من نقطة الوصول توفي للحجاج مرأب لألف سيارة في الخارج تتوفر جميع الظروف الجيد الحسنة من مقاهي أماكن للراحة عند الدخول إلى المحطة هناك تسعى بنوك تشجيل خاص بالحجاج الميامين مشاريعه امتدت لتمسى ميناء أرزيو الذي سيعرف أشغال توسعة لإنجاز رصيفين يتم تخصيصهما لتصليح البواخر لأول مرة نوضع ورشة وطنية بكل تجهيزات ضرورية لكي تكون محطة محورية لكل أنواع البواخر لنعملها على مسؤول مؤسسات العموية حتى المسؤول مؤسسات الخاصة وحتى يعني العمل إذا كان فيه طلب من دول لمحتاجها صيانة أو صلاح زيادة على هذا يعني توسيع هذا الميناء يعطينا قدرة يعني إضافية للنقل البذاع وتعزيزا للخدمة العمومية تم الوقوف على مهمة إعادة تأهيل الحافلات المعطلة بالمؤسسة الوطنية للنقل الحضري والشبه الحضري بالولاية